مع تفاقم الآزمة الاقتصادية في تركيا نتيجة انهيار الليلة المتسارع أكد الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين داميرتاش أن سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب أردوغان انحلت وتفككت وانتهت داميرتاش أوضح في إطار رده على أسئلة قناة RTT التلفزيونية أنه يعتقد أن مراكز القوة في النظام ستتخلى عن أردوغان مشيرا إلى أن أي من هذه المراكز لن تدعم رئيس النظام تجنبا لاتهامها بالتواطئ معه السياسي المعتقل في أدرنا منذ ما يقارب خمس سنوات قال أن أردوغان يلعب حاليا في الوقت الإضافي ويستمر في إحداث الفوضى لكن ذلك لن ينقذه من الانهيار مشددا على أنه يتوقع أن المعارضة بأكملها ستجد أرضية قوية للتعاون خلال فترة الانتخابات في سياق منفصل وبخصوص دعم أحزاب المعارضة لحزب الشعوب الديمقراطي ذكر دميرتاش أنه لا أحد ملزم بالجلوس جنبا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي فالحزب لا يفرض أو يبتز أو يستجدي أحدا وحول التوافق على مرشحا رئاسي تدعمه المعارضة قال دميرتاش أن إدارة حزب الشعوب الديمقراطي هي من ستقرر مع قاعدتها ما إذ كان سترشح ممثلا لها في الانتخابات الرئاسية أم ستدعم مرشحا آخر وفي وقت سابق دعا دميرتاش إلى أجراء انتخابات مبكرة في البلاد مؤكدا أن وضع الناس يسير من سيئا إلى أسوأ في الوقت الذي تتهاول ليرا يوما بعد آخر لسبب تدخلات أردوغان غير الموررة في السياسة النقدية